وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بموصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تنوى لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام حيث عرض الوزير مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير قطاع الأعمال العام عرض الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية ووجه رئيس السيسي بالتنصيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية أخذا في الاعتبار المردود الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبئيا وصحيا على أن يتم العمل في هذا الإطار بشاركة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية فضلا عن تخصيص حافز أخضر لمالك السيارات الكهربائية ترجمة نانسي قنقر